ما أن تطل صفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل برأسها حتى يعود اسم مروان البرغوثي إلى الواجهة من جديد تستعرض إسرائيل في الآونات الأخيرة أنها تنقله من عزل انفراضي إلى آخر وهي تدرك جيدا أن أي صفقة تبادل لن يكتب لها النجاح هذه المرة دون وجوده هذه محكمة صورية ومهزلة منافعات بأي شيء هذه محكمة تمثل من احتلال الذي يرتكب الجرائب ضد الشعب الفلسطين وراء كل هذه الجرائب وراء الاحتلال وراء الانتفاض والصوحة ينظر إلى القيادي الفلسطيني أبو القسام بأنه عراب الانتفاضة الثانية وأنه قادر على تغيير وجه السلطة الفلسطينية وله قاعدة تحظى بقبول شعبي بين جميع الفصائل حتى من داخل حركة حماس وأن خروجه قد يغير النهج السياسي القائم حاليا ويضمد الشرخ الفتحوي ويعيد الحركة ثقلها كما يقول مراقبون لكن حسابات إسرائيل تنظر إلى أن القبول بالإفراج عن البرغوثي المعتقل منذ عام 2002 والذي يتهم بالمسؤولية عن عمليات أسفرت عن مقتل عشرات الإسرائيليين ستشكل إنجاز التعبير حسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين خطيئة تساوي أو تفوق خطيئة إطلاق صراح يحيى السنوار في عام 2011 في إطار صفقة للإفراج عن الجندي قلعات شليط والذي تعتبره إسرائيل اليوم مهندس طوفان الأقصى وما بين رؤى التعايش والمقاومة ظل البرغوثي ناشطا سياسيا وعضوا للجنة المركزية لحركة فتح حتى من داخل السجن أطلق والحركة الأسيرة وثيقة الأسرة لإنهاء الانقسام وقاد عام 2017 إضرابا عن الطعام داخل السجون لتحقيق مطالب الحركة الأسيرة وتبدو عمليات النقل المتكررة للقائد البرغوثي في العزل الانفراضي في ظل استمرار منع المحامين من زيارته تثير مخاوف وخشية حقيقية على حياته خاصة أن ذلك يترافق مع عمليات تحريض مباشرة ومستمرة عليه في وسائل الإعلام الإسرائيلية وصلت حد القول أنه يسعى لإحداث انتفاضة في الضفة الغربية ضياح حشية الغرب الأراضي الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر